الخبر الأول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل والتهجوم والتنمر اللي تعرفت له فبيسان نزلت على حسابها بالتوك توك هذا المقطع اللي كان ويا شيف بوراك وفعليا كل الكومنتات اللي جديها اللي كان يقولولها خسرتي حالك واللي هما كانوا من جيش محمد اجواني ولقصتهم اغنية محمد اجواني خسرتي حالك اللي هي دس على بيسان أما الكومنتات الثانية فشان يتنمرون على بيسان فشان يقولولها انه انت قصيرة وهذا هو الفيديو قدامكم فاكتبونا يا حباي بالكومنتات شو رايكو بالتنمر والتهجوم اللي تعرفت له الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو ياسو فياسو نزلت على حسابها باللين استجرام هذا الستوري اللي كانت كاتبه بيب خطص غير وانه اليوم رح يزلل لنا فيديو جديد لكن بالنسبة للوقت فقالت الساعة بالأربعة متضروا الفيديو أما بالنسبة الرايدر فنزل على حسابها باللين استجرام شوية استوريات واللي يعلم من خلالها انه ودي حضر النا البوم كامل مع المليون وللمستوى اللي رح قدمه مستحيلة كواحد رح يدري قدمه حمسين مفاجآت ريدر اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مار فنور رزع على حسابها باللين استجرام هذا الستوري لريدينام بي ولكننا يذكرنا ورح ينزل المقطع اليوم الساعة بالأربعة رح يكون على القناة الاساسية الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة بيسان وانس الشايب وخفاهم الاسم موفلوكس من التعليقات اللي عدهم طبعا بسبب اللي سيئلون عن السبب الصراحة ما ادري لأنه ماكو اي سبب واضح حلوا لموضوع يا حباي بالكومنتر طبعا بالنسبة للدليل لو ندخل على اخر مقطع نزلته ونكتب اسم موفلوكس بعد اروح على كلمة الاحدث اولى عمون تفى التعليق وتعليق الاشخاص العلق ورايا بعد من افها التعليق زينا نروح نغير الحساب عمون شوف هدى التعليق خيطلع للناس او لا وبعد ما غيرنا الحساب ونزل بيع التعليقات وروح على كلمة الاحدث اولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانه ما تعليق هدول الاشخاص الثانيا ظهر مثل ما شايفين حاليا طبعا هو اكو تحري بسيط انه يكون انس الشايب غيران على بيسان انه هو يحبها خاصة انه هواي من متابعين صار يقولون انه موفلوكس يحب بيسان وبيسان تحبه هو يخفل اسم موفلوكس عمون تتشر هذه الاشاعات مهدر الصراحة اتبونا يا حبيب الكمنتاج شو رايكم باذا الخبر وش انتو تقعون سبب اخفاء الاسم موفلوكس من التاريقات الخبر الرابع اللي عدنا عن فضيحة ابو فلا وانتشار رقمه ابو فلا نزل على حسابه بالانستجرام شوية استوريات يقول بها انه انتشار رقمه وهو ضايج كلش من هذا الشي لانه اكو الشركة او قناته استرابت الرقم فراحطوكم هذه الاستوريات شوفوها اوكي يا جماعة في برنامج معفن بالكويت اوكي برنامج وصخ يتنشار رقمي مدري شوان رقمي طالع بمولي داقمي دري شو اسم البرنامج المهم في كثير قاعد يتقون علي حاليا كل الناس اللي قاعد تكلملي واتساب وقاعد ابلكها الله يسامحكم الله يسامحكم ابي خصوصية ابي خصوصية الله يسامحك خلاص شيك ادك علي بعد ولي ابو فلا سلام عليكم عطني شدات عطني ستور عطني عطني سيارة عطني ايفر اشتبي ارحمي لي ارحمي لي ارحمي الناس اللي عرفهم صاير مارد عليهم بصوب سببكم ستمية وخمسين مسالة بصوب هذي الله ماك بس والله هنا وصل النهات المقطعات من المقطع اجابكم بس تحطوناك شاركو بالقناة شنو كوفيزي مختلف من متلقصص وبس مع السلامة